مهورية العربية الصحراوية الديمغراطية وزارة الإعلام بيان الرسمي باسم الناطق الرسمي للحكومة بيان اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020 في الساعات الأولى من الفجر أقدمت دولة الاحتلال المغربي على الإعلان نهائيا عن نسف وقف إطلاق النار وذلك بإقهامها مجموعة من البلطجية بزي مدني في هجوم على المدنيين الصحراويين المحتجين سلميا أمام ثقرة القرقرات غير القانونية وفي نفس الوقت أقدمت على ما هو أخطر بالكثير وذلك بتجاوز قواتها المسلحة جدار الذل والعار قرب الثقرة من أجل الالتفاف على المنطقة والتطويقها هذا الفعل الدني واليائس تصدى له جيش تحريرنا الشعب المغوار في الوقت الذي تصدى فيه المنادلون ومنادلاتنا للبلطجية بالمحصلة بدأت المعارك واندلعت الحرب المفروضة على شعبنا ومعها ولجنا مرحلة جديدة وحاسمة من كفاح شعبنا الأبي المدافع عن حقه المشروع في الحرية والكرامة والسيادة وعليه فإن الجبهة الشعبية لتحرير الساقي الحمراء ووادي الذهب تدعو كافة أفراد الشعب الصحراوي إلى الوقوف وقفة رجل واحد بالحزم المطلوب والشجاعة المعهودة ردا على هذا العدوان الغاشم ويستكمال تحرير الوطن المحتل بكل ما يقتضي ذلك من تضحيات وعطى على طريق الشهداء لمجد والخلود لشهدائنا الأبرار وكل الوطن أو الشهادة